السلام عليكم في حمت الله وبركاته. اشارفنا اه وجود دكتور ايمان مالوح حصل على دكتوراه في العمارة جامعة الكاهرة وحصل على الماجستير في ادارة المنفعات جامعة جري النتش بلندن وحوصل على الماجستير في العمارة جامعة الكاهرة. و國家 في العمارة كل اzza العسكرية ومتخصص ومحاضر في العمارة البيئية. مؤلف كتاب البناء بتربة الارض. ومستشار معالي محافظ الواد الجديد. ومطالب مشاريع العديد من الشركات. وان شاء الله اشرفتنا النهاردة بالحديث عن كتابه البناء بتربية الارض. فمحاضرة ما فقط. السلام عليكم جميعا. اهلا وسهلا بكم. نلتقي اه مرة اخرى مع اه اه بي ام ارابي او بي ارابي اكاديمي. وان شاء الله اه تكون محاضرة مسميرة ومحاضرة اه 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 لها يعني لها ابعاد اه ارجو انها تكون ابعاد مفيدة للجميع بإذن الله. لان انا شايف ان الفكر اللي هنتكلم فيه النهاردة هو الفكر يجب ان يستمر بانه احد المسارات القوية جدا جدا في اه التنمية المجتمعية مش النهاردة ولا من امبارح ولا من الاف السنين. احنا بنستمر ل我是 اه اه لربط белه الحضارات وربط التاريخ بالحاضر بالمستقبل عشان نعرف اه اه نعيش ونبني اه حياه اه 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 اجيال القادمة نبنلهم مستقبل اه يقدروا يعيشوا فيه بطريقة اه فيها استمرارية، فيها حفاظ على الموارد، فيها اهتمام بالمبادئ البيئية نهاردة هنتكلم على البنى بتربط الأرض وطبعاً أنا بتكلم على الاعتبار أن أحد الأسباب الرئاسية هي أني شغفي وحبي الشديد للمفاهيم البيئية في العمارة تحديداً خلاني أدور على الفايدة للمعماري ممكن يوصل لها بأبسط الطرق ازاي؟ تأثرت طبعاً زي زي غيري بفكر رحمة الله عليه حسن بيت فاتحي كما كان يطلق عليه مقبل الثورة مقبل اتنين وخمسين لما كان وكيل وزارة ثم أطلق عليه الدكتور حسن فاتحي ولأنه كان بيدرس في أكثر من مكان وهو يعني تاريخ مزدهر وقوي وجميل يمكن حتى آخر لحظة من حياته كان لا يدخل بالعلم على أحد وده يعني أتمنى في يوم ما أن ننتقي في محاضرة كاملة عنه وأن كنت أعلم تماماً في من هو أقدر مني في الكلام عن إنجازاته وعن مشاريعه وعن فكره اللي فاد العالم واستفاد منه العالم جداً جداً في مشاريعه نبتدي النهاردة وحنتكلم على البنى بتربة الأرض وخلينا نأكد على طريقة من الطرق بتاعة البنى دهية لأنها غريبة شوية غريبة على مجتمعنا على رغم من إن في بعض المحاولات الفردية بالبنى بيها في مصر إلا إنها لا طرقة إنها تصل إلى مرحلة إن تعمل لها كود مع إن في مناطق كثيرة في العالم بيشتغلوا فيها في كود حنتكلم عنها حنتكلم عن الطريقة اللي اسمها ر اي دابلي أو رامد ايرت وول حنشوف إيه هي مفهومها كأحد الطرق الرئاسية بالبناء بالتربة أو بمواد التربة لانك فرنك لود رايت كان لهم أقولها حلوة أوي بييلدينجز تو ارد شلدرن ايرف انسان يعني حتى المباني هي أبناء الكرة الأربرية والشمس دلالة على إيه؟ دلالة عن إذا كنا عايزين نعرف نشتغل كمصمس مخطوين كمنفذين لمباني فإن أهم حاجة لازم نستوضحها ونستشعرها إن يجب أن ترجع للأصل في كل شيء ما كان فرانك لو درايد لما قال Children of Earth and Sun يعني هذه المباني يجب أن تكون مباني بيئية في المقام الأول مرتبطة ارتباط ليس يعني عضوي لكن أتكلم ارتباط وثيق ارتباط متكامل بالأرض ومعنى كلمة أنسن يعني يجب أن يكون تأثير الصن أو تأثير الإشعاعات اللي بتخرج من الشمس يجب أن يكون هذه المبنى تقدر تحمي المستخدمين تحمي القطايد الناس اللي شاغلين للمبنى من تأثيرات الشمس ويستفيدوا بيها في مسارات أخرى وهو ده المفهوم اللي احنا بنحاول نوضحه في أكتر من رسالة من رسائل المحاضرات الخاصة بالمباني البيئية والمباني الخضرة وخيوة في تأسيمة سريعة كده هو عرفنا أن البرناكلر بيلدينج يعني كلمة برناكلر المباني التقليدية المباني القديمة ولكن هي مرتبطت بالبيئة اللي موجودة فيها نجد أن المباني هذي كلما توجد بيئة مختلفة أصبح لزاما على القاطنين لهذه البيئة أن يتعاملوا معها يتعاملوا مع البيئة بمكوناتها فلاقينا أن في المناطق الصحرائية المناطق اللي لا تكثر فيها الغابات نقولها كده علشان نتقاش العملية محددة على الصحراء لكن لا يكثر فيها الغابات اللي هي إيه الغابات يعني مادة الخشب اللي موجودة في الأرضوار لا يكثر فيها كده لكن قد يكثر فيها الصخور قد يكثر فيها الرمال ومشتقات الرمال يطلع من هذه البيئة المباني يسميها اللي هي مرتبطة إما بالمن بالقيمة والتربة والرملوي والمكوناتها أو الرف بأنواعها المختلفة حتى البازالتي حتى الحمقه حتى كل أنواع الروسة حيندارج الملاطي بقال فيها الغابات بأنها مختبطة بكلمة غابة يعني أخشاب بأنواعها بقى بامبو هارد وود ليف وحتى الليف حتى الورق لأن فيه بعض الإرهاصات التاريخية كانت بتتكلم على أن الليف خاصة الكبير ورق بتاع الشجر الكبير كان يستخدم كغلاف للمنشآت اللي كان بيعملها الإنسان في هذا المكان طبعا بخير الناس المبولة هي الكبير سواء كانت الشاملية أو الجنوبية أو البيئات اللي هي مرتبطة تحت منها بشوية فبنلاقي الفكرة الرئيسية اللي كانوا بيبنوا بيها ويمكن إلى يومنا هذا ويمكن أشهر فندق أعتقد في السويد كله معمول بالتلج أو من الرويج حية كده الإجلوس ده معروف أنه مرتبط بالتلج مادة التلج المادة مادة التلج وإزاي أنه يتحفظ فيه وتعمل فيه سكن وطبعا هي الأساس فيها متاخدة برضو من كنا قلنا قبل كده أن الحيوان زي الدب وكده هو إزاي بيستخبى فيه التلج علشان يحمي نفسه من العواصف والتلج اللي ممكن يتطقت عليه أما المرض الصحراوية اللي هي لا تجد فيها سخور كتيرة أو كده كان برضو أحد الوسائل اللي استخدمها الإنسان وإلى الآن طبعا أنه يشوف الجلد بتاع الحيوان ويقدر يستفيد منه في إيه فبجلد الحيوان بوبرة الحيوان سواء كانت أكرمكم الله الجمال أو النعج أو الكفرتان أو كده ويغزل هذه الضبرة ويعمل من البلود الخيمة التنت ويطورها بقى باستخداماتها المختلفة حتى لما دخلت الصناعات الحديثة وأظهرت هنا من منتجات بديدة زي المندرين والتلاف وابتدى برضو يتعمل فيها أفكار قريبة من التنت وإزاي ما برضو بتستغل في الإقامة أو الشلطر في المناطق الصحرية على مستوى العالم استخدام القربة بقى اللي هي حناخد بقى من التقنيفة اللي فاتت دي كلها هنتكلم بس على الارث أو المد ماتيريال فبنجد أن على مستوى العالم نسبة كبيرة جدا من السكان العالم لهم مرتبات كتيرة جدا جدا بالتربة الأرض على الرغم من أن متأثرين جدا بالمنشآت الخرصينية ومنشآت الستيل متأثرين بها على مستوى الدول كلها بالكامل فبالتالي بنتشف أن في مناطق كتيرة جدا في العالم الأساس فيها أن هم البنى فيها بمادة تربة الأرض أو هم شايفين كده تقريبا حوالي 30% من سكان العالم يعيشين في مناطق المواد أولية الرو ايرث ماتيريال ده الأساس اللي هو يشتغل بها كلمة فقير ودلوقتي كمان الغاني وحنشوف موضوع كلمة الغاني وحنشوف كلمة المؤسسات بيستخدموا الطين في مشكلة عملية احنا طبعا كنا نتكلمنا قبل كده ونكلم من عيد ثاني أن المباني البيئية لها مصارير إما أنها تشتغل على مصارير passive system passive system design اللي هي بتستخدم المبادئ السلبية أو مبادئ البنى الأولية مش المواد الأولية مبادئ المنى اللي هي بتغنينك شوية عن استخدام تكنولوجيا والمقابل اللي هي high technical buildings أو new technical buildings new technology وده هي بيخش فيها بقى تقنيات كتيرة جدا جدا اللي اتنين بيمشوا في مصار يعني ايه مباني مباني باية passive design له مصارات كتيرة منها design of climate orientation shading passive solar heating passive cooling ceiling building يعني insulation installation installation و thermal mass blazing skylight وخافوا يعني كل دول بيديني ما يسمى passive design system وما هو أبعد من كده ويمكن برضو احنا اتكلمنا في احد المحضرات عنها محضرات العمارة الخضرة واتكلمنا وقلنا ان مساراتها كتيرة قوي نقدر نفرد بيها ان شاء الله محضرة نتكلم عنها ان شاء الله في وقت كده كمان شايفين كده احنا بنتكلم على مادة التربة مادة الارض انتم متخيلين ان كل الصور اللقصاته ده هي عبارة عن مادة تربة الارض متخيلين احنا ممكن نقدر نعمل بتربة الارض بمنشآت عامل ازاي طبعا لازم اموه على ان انا من اهتمامي بهذا الامر كان اول اصدار ليه و اول كتاب ليه هو خصصته مخصوص ليه البناء بمادة تربة الارض لانه شايف ان احنا كمعناريين يجب ان نهتم بهذا الامر اهتمام لا يغفل على ديلوب انه هو ده مصاري كمعناريين طبيعي والحقيقي لتنميهات المجتمعات المتنوعة المتنوعة مجبس بس المجتمعات الفقيرة طبعا على لص المجتمعات الفقيرة لان المجتمعات الفقيرة مشكلتها في التكلفة للمبنى التكلفة في الانفراستركشور التكلفة في كل حاجة والتكلفة في التكلفة في الانرجي في الطاقة التكلفة فانا عايز اوصل اني اعمل الشلتر المقوى المسكن لهذه الفئة طب ما تربط الارض حساعدني كتير جدا جدا وبيزاعد على كده كمان انا ناسي وغافل حاجة اسمها الكربون اميشن المبعثات الكربونية تربط الارض بتعفيني كتير جدا جدا مادة المبعثات الكربونية اللي للأسف الشديد مقابلها اللي هي المنشآت الخرصانية وثلافه بيبقى فيه نسبة المبعثات الكربونية عالية جدا جدا اذا اهتمام لا يخفى على دي عقل او دي لب انه هو لازم الشعوب ولازم المجتمعات وصحاب القرار انه هم يهتموا بهذه المشكلة واحدة مش بنجيب الكلام ده وليد النهاردة ووليد اللحظة ده انت لو لفيت الوطن العربي كله بالكامل ولولفيت العالم يمكن ده اللي انا ذكرته في الكتاب وحطيت امثلة كتير جدا جدا عن مستوى العالم في القرارات الخامسة كلها بالكامل لإيه ان المنشآت الطينية او منشآت اللي هي منطبط تربة الارض بلاش كم نتطينية علشان ما حالش يفتكت ان احنا نتكلم في التين باسة نتكلم في التين باسة حنتكلم دلوقتي عليها كم نوع من انواع التربة اللي ممكن يصبح انها تتعمل لوحدها ولا استخدم ابدا او يعني ينظر استخدامي للمواد اللي هي المسمعة زي الاسمنت او الحديد او كدهود فانا فاهم كويس اوي انها مادة غنية فارية اه اتبانت ديها منشآت من الاف السنين وفي منها مثال قائم لحد يومنا هذا ولا ذاكر الكلام ده هو اه في الكتاب وذاكر مثلا احد الامثلة اللي انا حطيتها في الكتاب اه مدينة شبان في اليمن شبان في اليمن دهيت اه يعني على ارجح الاقوال انها من سبعمائة سنة لكن منشآتها كلها بالطين عشر اطوار وصلوا للسقف العاشر في منشآت هذه المدينة بالكامل وما زالت قائمة حد دي وقت مداني بالطين فاذا الموضوع بقى محدش يرجع ويقول لي او يزايد في ان المباني الطينية مباني متهالكة وبتقعد بعد كم سنة ارجو ان احنا نغير الفكر ده هوت لان للأسف الشديد دي بقى الثقافة مجتمعية ان المباني الطين هي مباني منهارة مباني بتنهار بسهولة وانها لا تعمل للأسف الشديد انت بتبني قرارك ورأيك على فكر خاطئ الفكر اللي هو ارتبط بايه ارتبط بان اللي كان بيبني في مراحل عمر الشعوب كان بيبنيها من غير اي مرجعية علمية فبالتالي كانت المرجعية بتاعته هي دماغه والمرجعية بتاعته الانتوات والامكانيات المحدودة اللي افتيده فاصبح المنشأ اللي بيطلع منشأ محدود الكفاءة فبالتالي اه ممكن ما يعمرش بها ممكن لكن ما في اجتمع تعامل مع المادة تربط الارض بحرفية عالية انا بقول حرفية يعني معنى كده ايه معنى كده انها لازم انها تكون تحترم كل الابحاث والتجارب والتاريخ علشان نرجع تاني نفهم ليه المنشآت ديه بقى لا الاف السنين انا بقول كلمة الاف السنين وانا اصدقوا كلمة الاف السنين لما يجينا حسن بيك باتشي ويقول كلمته ان الله قد خلق في كل بيئة ما يقاوم مشكلتها من مواد والذكاء المعماري هو في التعامل مع المواد الموجودة تحت قدميه لانها المواد التي تقاوم قصوى بيئة المكان اه فعلا احنا خلقنا من طين اه خلقنا من طين ومد تربة الارض ما هي طين يا جزء جدا من طين وللاسف الشديد بنغفل ان القرآن ذكر مثلا ان حضارة فرعونية كانت مبنية اساسا او كانت بتهتم اساسا بالطين ومن شكل حجر اللي كان موجودة في احد المظارية بتقول انها هو طين ولكن تكلس مكانه فاخد شكل الحجر باحد المظاريات ومش هخش في الجدال بتاع المباني الفرعونية الحجرية الضخمة وان هل هي فرعونية فعلا ولا غير فرعونية مش هخش في الجدال دوت مش وقتها ولا حديثنا نحن نتكلفه لكن خلينا نركز ونقول ان دي منشآت عمالها حسن فتحي في اكتر من مكان في العالم وفي مصر طبعا يعني حسن بيك فتحي لما تطلوب المنظمة الام المتحدة يروح يبني في نيو مكسيكو في الولايات المتحدة عمل منشآت هناك وعمل قرية هناك ولما يتاخد برضو اسف هو راح بصفة جرية لكن الام المتحدة طالبت منه ان يعمل منشآت في جيزية العرب لما كان الكلام ده في السكينات عمل منشآت في جيزية العرب اذا هو الموضوع له شجون ولو ابعادت كرة جدا جدا ونفهم كويس قوي ان مازال في جعبة الحاضر والتاريخ ما يقدم ما هو الافكار الرائعة وده احد الشخصيات اللي احنا لازم يعني نفعله قبعة المهندس محمد الراحي ولو كلمة مشهورة جبنا الدير الصحة ومتاعب الصحة يا رب العمارة ليست خطوط سريالية وليست موضة تتغير وتتبدل وفق الهواء العمارة فقط هي التي تنجح في احتواء البشر ماديا ومعنويا فتعنكس جزور ثقافتهم وتؤكدها وتستجيب لتطلعتهم في تماهي تام مع المحيط والبيئة الطبيعية فنحن خلقنا للإعمار وليس للدمار على حساب البيئة الطبيعية وهو ده اللي كان بيحاول يوصله من تصميماته المهندس محمد الراحي سواء كان في مصر او في السعودية او في افريقيا ازاي يقدر وفي اوروبا طبعا الحمد لله ربنا يدي له الصحة ولوه باع كبير جدا كمان في احد الالطار الاوروبية ازاي انه يقدر يوصل بالفكر ده هو انه يبقى عالمي هو ده اللي كلنا منكتفق وبالكلنا ان احنا منحاول نستفيد من خبرات بعض علشان يعلم عنا قيمة العودة للقصر طيب التربة بصفة عامة ليها اشكال متعددة وليها صور متعددة وليها يعني تضرب حبايبي مختلف وليها صلبات مختلفة ويمكن هنا هو الصور اللي موجودة عصادكم اربعتاشر نوع من انواع التربة لكن احنا فيهم طبعا الجرانيت والرخام والصخور البدنتية والصخور النارية لكن خلينا نركز على مادة طبق ارض الريال اللي هي تربة كمة تبتين او مادة او كده فاحنا عندنا المثلث الشهير للمواد اللي يطلع منها اللي هي الكلي والسيلف والسانت اللي منها بيطلع السانت الجرافل وبيطلع منها الصامي اللي هي السيلف بيطلع منها الكلي الفين واللي هو الطفلة والشاك اللي هو التبشيري دول الأساس اللي كيف في معظم الأراضي خاصة المنطقة العربية ومنطقة اللي هي مع الصحراء فنجد ان احنا ممكن نستفيد من كل هذين أنواع ونعمل منشاطها ممكن فبعا ونشوف تنهوة الأبكار اللي ممكن ندور عليها الطرق الرئيسية اللي ممكن تلاقيها وده ما ذكره في الكتاب اللي ممكن يبقى ليها عراقة كبيرة جدا جدا بالبنى بالطين هنلاقيهم ستة وفي ناس بتخليهم سبعة ما بين ستة وسبعة وفي ناس بتقول أكتر من كده لكن خلاكز على الستة الرئيسيين اللي هو بيتكلم فيها معظم المعمارين اللي اللي هم اتباط بالبنى بالطبع طبعا الكوب والأدوبي والبرستكم بريك وفيه طبعا عشان كده ممكن يكون سبعة البرست سابلايز بريك يعني في ناس بتصنافوا ده تصنيف لوحده والواتل اندوب ميسس والارثباج والرامب لما انا اخدهم واحدة واحدة هنختم طبعا المحاضر النهاردة بإذن الله ان احنا هتكلم على الرامب ايرث وال وحنقول شوية المثال عليها وانا مش هقدر ان انا افتح في المحاضرة في كل الاستة لكن سريعا الكوب هي طريقة من الطرق القديمة جدا وكانت مبنية على اعتبار ان اوالب الطوب او يعني ما فيش شكل اوالب هي الطامية بتبقى بشكلها الجلي دهوت وبتتحط الى حد ما في شكل اوالب لكن بتتحط جنب بعضها ترص جنب بعضها بتخانة حالية خب انا البرطين الاساس في ان كله ان لم يكن بالنسبة كبيرة جدا يعني بيشتغل اللي هي الحواط الحامل فانتك كويس قوي ان تخانة الكوب هنا هو بتبقى مبنية على انها لازم تكون بتخانة كبيرة فهي ما هياش قالب طوب بيتحط ويترص جنب بعضيه وبفيه المورتر علشان يربط البطوبة بعضيها لكن هي عبارة عن زي ما تقول هي تجيب الكوريك وتاخد من طوب بطوب ترحطتهم ترصوب جنب بعض الى ان يتكون الشكل بتاع الحواطر الخارجية ثم تجي تسقفوا بقى اما بالخشب او بالوسائل ولكن طبعا في معظم المناطق اللي عمل فيها هذا المنشأ كان الخشب الاشجار هو المادة الرئيسية اللي كان بيتغلف بيها المبنى عامل طبعا حديثا بقى لما بيجي ندور على الافكار الابداعية في الطريقة بينها بالكوب كده هو زي ما انت شايفين نيستو انه هو مش متابق ببلوكة لوحدها لكن اقدر اشكل فيها فيطلع تشكيلها بقى دائرية عاملة ازاي والانتيريور بتاع شو جمال التصميم البيئي او جمال تصميم المنزل الداخلي بيعمل ازاي لما اربط الطينة بالجزوع الاخشاب علشان يعمل لي الشكل الداخلي عامل كده او حتى من بره وعمل تكوينه بتاعته عاملة ازاي وتشكيلها بتاعته عاملة ازاي انا الفام كويس قوي ان احنا استقنا هذا الزك احنا من منطقة العربية استقنا هذا الزك لان احنا كان عندنا زحم كبير جدا وارسناه من الآف السنين ولكن فقدناه من عشرات السنين مش عيقول من الآف سنين عشرات وقريبا جدا استقناي هذا الزخم اللي كان ممكن يكون له بعد كبير جدا طريقة الادوبي هي كلمة الادوبي في حد ذاتها هي كلمة محورة من الطوب الطوب اكوبي ادوبي هي كلمة اسبانيش اكتر منها لكن هي الاصل فيها كلمة الطوب فبالتالي نرجع بقى الطوبة اللي هي ايه اللي هي اتعمل لها فورمة ومش لازم تكون فورمة يعني شكل ثابت ولكن قد يكون الفورمة دي هي الفورمة عادية بتحاول مانيوال يدوي ويتحط فيها الخليط بتاع السربة ويتسابت شمس من غير اي عوامل اخرى مساعدة يفضل يتسابت شمس تانيوم لحد لما يبقى صلب وتماسك ثم يتبني دي المنظر اللي انتو شايفينه اصبحت هي ديت الفكرة البسيطة اللي كانت زمان بيبني ديها المسجد دهوث مالي ويبقى له برضو مئات السنين المسجد بهوت بناجت حتى البناء الحديثي يعمل كده وهي طبعا الادوبي هي احد الطرق اللي اشتغل عليها وعمل بها ادعاة كتيرة جدا جدا ويشوف بقى ازاي ان احنا كمعمار يقدر يفنن ويتفنن في ايجاد العلاقة ما بين الـ open and closed بتاعته ازاي ان هو يغير في الماسس بتاعت المبنى بتاعه و المنشأ بتاعه ويعمله كل ده بيبقى سهل جدا تشكيلياته في الاسنوب اللي هو معمول بانتورمي الـ open and open هي مش موجودة في الوطن العربي ديت اكثر ما انتشرت في الغرب وخاصة في اوروبا اكثر طبعا كندا واستراليا بيها باع شوية لكن الاصل الثقافة بتاعتهم كانت جاية من اوروبا لكن الاساس فيها وجود الغابات لان هي فكرتها عبارة عن جزوع الاشبار لتخانات مختلفة وتعمل زي الطب كده تعمل زي شبكية لها ثم ما الشبكية ديت اتريبك ديت الجزاء الارفع زي الصورة اللي بقى عصبنا هنا هو تهيه وبعد كده الدوب اللي هو مادة الطميق اللي هي مخموطة باللم مخموطة بحيث انها تمسك المكون ده هو تعمل بيها المنشآت اللي انتو شاهدين هذه هي طبعا في حد منكم سافر اوروبا هتلاقي المنشآت اللي مازالت موجودة في المياه في جلترة في دول كتيرة جدا 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 الفترة في رومانيا موجودة الاسكار دي اسمها الفريقة ديت اللي هي الواطل اند اهداو ودية يعني مازالت المنشآت اللي مازالت قائمة بقالها مئات السنين مازالت الى ومن هذا بيجددوها بيجينوها بيهتموا بيها تاريخ ارث ليهم ارث احنا احنا للاسف اه يعني ايه اه اه فقدنا الميزات اللي موجودة عندنا البرزد بريك والبرزد بريك هم هو بتبقى مبنية على فكرة ان احنا ممكن نجيب تربة الارض اللي هي والخطها في مكبس واحد الصور المكابس اما انها تبقى مكبس اه مانيوال او مكبس هيدروليك زي اللي موجود في الصورة طرعا الهيدروليك بيديه لأحمال اعلى من المكبس اليدوي فالميزة فيها ايه انه مختلف عن الادوبي الادوبيه هو ما بيتحطش في مكبس هو بيحطها بس يسيبها في الشمس الكمبرزد بيسيبها في الشمس بس مدة اقل ويبقى الاحمال بتاعته ازياد من انها تستاب لوحدها الم Chapter 1 ويبقى ايه ايه او يعني التوزيع الاحماال عليها بيبقى عالى بكال جدا من الكوبة بتاعت الاادوبي وبالتالي وزن الحيط هنايا بتبقى عالية شوية فبالتالي الاساسات بتاعتها لازم بيبقى علي أيضا اكثر متانة من الأادوبيه فبالتالي انت لان الجب ihre واحد کا implied ان كل لاما بيجد الكمبرزينج على كوبة وConcer لما بيجيز الأحمال بتاعة الحائط على الأثاثات وبالتالي انت بتشتغل مبنى في طلابة عالية جدا جدا. وانا صارت ان انا اجيب اكثر من الصورة ودي اتسم صورة لأحد التصميمات المهند في تعنان. ارجو اذا كان سمعني انا خطت الصورات بتاعة احد مشاريعك بشيء من تعنان. وانا افتخر ان انا اتعرفت على شخصية زيك وطبعا شخصية مهند محمد رفعت الصورة اللي فوق منا وهكذا. احنا بنحاول ان احنا نقصل هذا الفكر للجميع. فاحنا عايزين نفهم ونستوضح كويس قوي. ازاي هذا التصيل انه يصل الى اه 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 جميع افراد المجتمع علشان يقتنعوا بيه ويرجع تاني. اللي كان اه فيه ناس كتيرة جدا ربطت المباني بالطين بالفقر والعوز والحواطر اللي اللي بتشرخ. وللأسف الشديد اه والاسقف اللي ما كانش بتاعمل بطريقة جيدة فكانت بتجيبها مطار او المطار او المطار اما كانت تنزل كانت بتجيب مية من الساق. كل دهية عوار لا يعيب الطريقة نفسها ولا يعيب الفكرة نفسها لكن اللي يعيبها يعيب التصميم او التنفيذ لهذه مشاهدة. نيجي للطريقة اللي هي برضو اه كومبريس بس بس ما هو. وهنا بيجي بقى معانا افكار واشكال الفورما بتاعت البلوكة نفسها عاملة ازاي ويمكن يكون انها تبقى مطرغة. ويمكن يكون فيها اه طريقة برضو يعني احد الفورما اللي بتعمل في البلوكة دهية انها ممكن تكون عشو معشور. تيبقى عاملة زي اه اللي كانو او اه مش المكان واسك اللي هي اللوجو. فممكن انها تشتغل معايا لما بتتغير وتحور من الجانب بتاع البلوكة عاملة ازاي. اه سواء كانت اه صولد مصمطة او مفرقة بالشكل اللي انت شايفينها. واستفيد بقى من التفريق ده في ايه اه ممكن استفيد ان انا ازود التسليح شوية اللي انا عايز اعليل الارتفاعات اعمل اه امشي مواسير جواها اه محتاجش ان انا احفر خلاص انا كده هو اه اقدر استغل الفويتز اللي موجود ده في البلوكة علشان بيبقى فيها استمرارية معايا للارتفاع اللي انا حدث. الارتفاع ده طريقة مستحدثة ودي هي طريقة مستحدثة اللي استحدثت بتاعها ان بس اتخرج فكرة الادوي وطورتها لما حطتها لشكل الفورم بتاعة البلوكة بقت اه اه عبارة عن مكنها اما انها كومبريس يدوي او هادوريت زي ما قلنا. الارتفاع ده فكرة مستحدثة والناس كتيرة جدا جدا بتربط الارتفاع بمسابقة كانت عاملها الناسة وبتفترض ان اه 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 مازال بالمسابقة دي لحد الوقت اه اه لو احنا عملنا مستعمرات في المريخ ازاي نبني هذه المستعمرات وكان ده وقت من فترة اعتقل من الستينات او سبعينات اه اللي انت شايفينه ده وقت نادر اه نادر خليلي ده اه مهندس معماري ايراني اه اه الاصل امريكي الجنسية دخل المسابقة دي هي اه امرها حط الفكرة ايه الارثباج؟ الارثباج عبارة عن شكار الرمل بتاعت اللي احنا عارفينها ولكن اه اه فيها تطوير ان شكار الرمل كانت اقطاها اه اه مثلا سبعين سانتي او تمامين سانتي لا هو عملها ممكن تمتاد بطولها الى انطار دايما شايفين كده هو التسطورة اللي في الاسفل في نانشو في الشكار الرمل انه قامل ازاي؟ فقدر اشتغلها بهذا الشكار الرمل ان انا عاملها الشكاره وارصها وارصها بعد اشكالها المختلفة انه يطلع مني والتكويدات اللي انت شايفها والميزة التانية بتاعت الفريقة دي هي ان انا ممكن استغل الشكاير دي هي بالصورة اللي انتو شايفينها انه هو ان انا اعمل الاسقف كمان فكأنها اه تطلع شفل مخروطي قمعي متواصل الماتيريال مع بعضها فانا مش محتاج كثير جدا ان انا اشتغل نوعية الاسفف اللي هي الدقرية ده لكن لا يمنعش ان يكون فيه برضو بعض الافكار ان انا اربطها بالاسفف اللي هي الانفلات فبالتالي هحتاج ان انا اعمل دعمات خشبية وبعدين اغلفها وممكن تغريبها على فكرة برضو بتربة الارض يعني انا ممكن استغلت بتربة الارض في البنى وفي المحارة وفي التغليف اللي انا اقصر اشتغل بها او ممكن اشتغل بكلها العمل الوحيد في هذه الطريقة انها للاسف الشريف مش معمرة حتى دلوقتي بيتكلمه على اساس انها ممكن تبقى يعني منظمة القول المتحدة والميسكو بيتكلمه على انها احد البداية القوية جدا جدا لمجتمعات الفقيرة للاجئين مجتمعات اللاجئين انها تتعمل لا تخشي وقت كتير والامكانيات بتاعتها المواد بتاعتها ما هيش يعني غالية من البعث من المكان البيئة عدد الشكاري الشكاري حتى كمان ممكن انها تتعمل بابسط من الطرق ويمكن الشكاري البلاستيك كمان ممكن تصفح انها تشتغلها لكن هي طبعا يعيب الشكاري البلاستيك اللي هي حتة الميه هل التربة هتمسك فيها كمورتر بعد كده ولا لأ بيتعمل لها بداية وبيبسط ناجحاتش كده جدا جدا فهي سريعة التنفيذ من بواحدة اثنين انها مش محتاجة تقنيات عالية زي ما انتم شايفين الموضوع بالنسبة للتنفيذ بتاعتها يعني بسيطة جدا جدا بتروس عادي جدا فبالتالي الهند مثلا لما كانت تشتغل في الخصة دي هي كانت معروف ان اللي فيه في بعض المناطق الهند ان السيطة هي بتعمي كل حاجة ايه اللي بتبني ويه اللي بيطيرها على البيت وهي اللي بتزرع وتعمي كل حاجة فمن ضمن الحاجات المهن اللي اتسبتها المرأة في المناطق دي ايه انها تبني البيت بتاعها بالشكل ده لما وقف معهم بعض المتخصين علشان بس يعرفوه ازاي يربطه ما بين العنصر الحيطة والفتحات وهكذا وازاي ينه المبنى لحد فوق فكانت الفكرة ان لا هي مش محتاجة عمالة مدربة عالية محتاجة عمالة عادية جدا وتكلفتها بسيطة واقدر اغطي بيها الاحتياج السريع للبنى في المناطق التوارث ومناطق الغير اهلة بالمباني الطبيعية فانما المشكلتها زي ما قلنا انها مش معنرة اقصى 40 سنة لكن دي طعبين اشكال ويمكن احد المتجعات السياحية في ايران معمولة بالفكرة الطبيعة اللي احنا عايزين نركض عليها اللي هي رامد ايرث وول يعني ايه رامد ايرث وول طريقة التربة المتكوكة الكمبريست بريك دي طريقة التوبة المكبوسة التربة المتكوكة او حوائط التربة المتكوكة جيت هنتفرج عليها ونشوف ادية اه 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 يعني احنا مفتقدينها في مجتمعاتنا لانها للأسف الشديد من زمان وهي موجودة في منشآت تيرا زي ما تخطي فيه كده اصدنا اه موجود في مناطب في المغرب وفي شمال افريقيا موجود في اليمن منشآت احنا قلنا شبام مدينة شبام موجودة في كل عالم حتى سور الصين العظيم اجزاء كبيرة جدا جدا ثالث معمولة بالر اي دابلي في الصور الصين العظيم بقاله كام سنة كام الف سنة حتى المارتن تايتوت طالول هو المجمع السكن الصيني طالول الشهير كان معمول بالر اي دابلي بالرامد ايرت وول انت بتتكلم عن حاجة في كندا موجودة في اوروبة موجودة في المناطق كتير جدا في العالم ونازم نفهم كوي ساوي انها مش بس تاريخ حاضر وحنشوف الحاضر بتاعها عامل ازاي والمعلومة اللي انا يعني احب ادخالكم ان مثلا اورستراليا عاملة كودي دولة زي جنوب افريقيا فيها مصنع بينتج هذه الطريقة بطريقة الحوائط الجاهزة طب يطل حوائط جاهزة احنا نتكلم على ايه ايه وول نعم الحوائط الحوائط اللي هي المتكوكة تشوف اه ممكن يتعمل بيها حوائط دائرية اه عادي جدا شوف الفكرة بتاعها ممكن يوصل لحد فين احنا ممكن نستغل نطور افكار دي ايه اه المانيا وصلت انها مش بتشتغلها حوائط بس بتشتغلها حوائط واسقف كمان اسقف مقببة معمولة بالطريقة دي هي بقناتها البساطة احنا برضو نتعامل مع تربة الارض نتعامل معها بعمالة بسيطة تاني بنتكلم على عمالة بسيطة ولما نشوف ان دي فوابقة بتعيتها بقى انها الفكرة بتاعمل ازاي ار جيوز بتاعمل ازاي افهم كوي ساوي انها طريقة مكحة جدا جدا اذا اعرفنا نستغلها وجمالياتها بقى فوق ما تتخيل ليه ان التنويع العالية في الخامة الاصلية يخليني مش محتاج نعم بلاسترينج عليها لكن التلوين بتاعها بيبقى ناتج مع بعض الاكاسيد الارجانيك اقدر ازود الفصل شوية عشان يحصل الفرايتي العالي دايما انت شابين في الصورة اللي فوق دي هي ويبان فيها فرايتي بتاعة الالوان هل انا محتاج اعمل بلاسترينج عليها انتيريو او خارجيا لا طبعا مش محتاج الميزة التانية اللي فيها يتميز فيها برضو انها الاحمال بتاعيثة الى حد ما معقولة ما هيش احمال تيه لكن طبعا لما بيزيد الكمبريسنج عليها يعني هنشوف ازاي هتعمل اي مش هتبقى الكمبريسنج بقى هتبقى الرامد او الدمك بتاعها يتم ازاي فده هو الاساس هل انا محتاج ان انا اعمل لها اساسات معينة اللوت برينج بتاعها هل هي طريقة مكلفة او طريقة غالية مع الاستخدامها طبعا احنا مش متكلم على انها منشأ وخلاص او منشأ خلاص او طبعا مكلف لان انت عندك غناصر معينة بتاع تستخدمها في البناء ديها فبالتالي انت يبقى فاهم كويس او انها محتاج ان تصرف عليها شوية علشان تقدر تشتغل عليها لكن هي في المجمل لو انت قلت مثلا هعمل قارية كاملة بيها فانت بتعرف ان انت ممكن تغفر فيها جامد جدا العنصر الاساسي طبعا ده الـ و الـ لما يبقى تخانس الحيطة ده هي 11 فانتة او 22 فانتة او 23 فانتة الـ الكلام ده هو بيفيدني جامد جدا جدا عشان احسب الاحمال الحرية علشان اعرف هلانا كائنا محتاج ان انا اركب حاجات ميكانيكل المكيفات او مراوح وكده كل يوم يجيز تخانة كل لما يقل خالص خالص الاجهزة ديات لانت التايم لاجينج بتاع الاحمال الحرية اللي جاية من الشمس من بره بتاخر لحد ما يصل الى مرحلة الليل اللي فيها حركة الهواء البارد بتتريار لي المنظومة تلك الموضوع بمنتابة الصلاة زي ما انت شايفين بقى احنا كنا بنجمع الماتيريال خلاص وعرفنا انها عمالة عادية جدا جدا في بعض الاضافات قد تكون لان نوعية التربة بيختلف من من الماتيريال لماتيريال احنا لما شوفنا الانواع التربة فيها انواع كوبة زي الرملية او كلاهو الديئية محتاجة ان يكون لها لازم يكون فيه كوهيسف بتاعها عالي شوية فممكن ممكن استفيد شوية من الاسمنت لكن فيه قرون بيتكلمني علشان المباني دي تفضل بيئية انها لا تزيد الوزن الاسمنتي لحجم الكل عن 10% لا تزيد يعني 6% 7% 8% او ان انا استخدم الجير او الجبس طبعا لكن كل ده بيبقى لحسابات مختلفة ولو تجارب مختلفة حسب نوعية التربة وبالتالي انا انصح كتير جدا من حضراتك اللي عايز يبني بيها الموضوضة هو يعني احنا مش هنخترع الزر لكن مركز بحوث البناء مشكورا عمل لنا كتاب اسمه الكوب بتاع التربة المكبوسة وذكر في هذا الكتاب انواع التربة المتنوعة اللي موجودة في مصر كلها فبالتالي انت فاهم كويس قوي ان ازاي تخلط ايه ايه على شان يطع لك الناتج بتاعك كي التماسك. اعمل ازاي؟ وهو ده الاساس بك اللي احنا بنشتغل عليه طيب ايه بقى الكمبريسنج هيتم ازاي؟ مش كومبريسنج هىبقى عندهم يبقىHE ضم اللي بقى ادي الشكل الرئيسي النبي اللي أنا هنا سيعمل من فكرة ايه؟ فكرة ان فيه فورم من الناحيتين ومتسبت بطريقة تقوية معينة وبتحط because of the earth وفكرة الدكاج بيش عليا ايه شئات البسيطة لا يأخلو أمري لما بدأ من أعمله خلطاني انا ممكن اعمله برضو ايه بالحجر لان انا مش هطلع على ادفاع اكتر من دور مثلا وممكن ان حتى دورين كمان وده هي انا هو اا اا يعني احد الافكار نحن ممكن نعمل اا سنديق من المش من الشبك واحطه فيها الاحجار وممكن اعمل استخدم الاسمنت والمنى الخرطانية اذا توفر معايا اا الاسمنت الاسمنت الجينبزلاني ب awardه الاسمنت البزلاني الي اوا Carbon Obstination بين 이것도 tenaqsa مع الدكتور محمد تاج خبير اا اسمنت البزلاني على بسطول عالم خبرة كبيرة جدا جدا ا اسمنت البزلاني يخش في مكونات اسمنت مادة البزلان ده هي تمادة الحماء which was scrant خارج البراكين اللي كانت موجودة من الالاف السنين اللي ممكن تبقى الفاودر بتاع يعني يفيه كتير جدا جدا عن الفاودر بتاع مادة المادة اللي مستخدم في صناعة الاسمنت وبالتالي يبقى المنتج اللي بيطلع منتج فضيق للبيئة لانه انبعاثاته كربونية صفر فانا فاهم كويس اقول ان كل لما اقلل من ابعاثات كربونية كل لما يكون المبنى ده المبنى وصديق البيئة اذا الاساسات بتاعتي الاساسات عادية شريطية لان المفروض ان احنا مشترك زي ما قلنا باللوت بيرنج حوالات حملة فبيبقى الافضل ان احنا نشغل على الاساسات الشريطية ويبقى الشغل بتاعنا ممكن استمرار الكود الاسترالي لما دخل هو اكتفى بانه يعمل المنشآت بتاعته على ثلاث دوار اقصاها ثلاث دوار لكن طبعا فكرة ان لحد دلوقتي حد يطلع بالكمبور حنشوف دلوقتي بعد ان اشوف دلوقتي انها توصل للعشر ادوار لحد دلوقتي ما اعرفش او ما شفتش لحد دلوقتي ان تي منشأ اوصل لعشر ادوار مبنى من الحاجات الجميلة جدا لهذه الطريقة ان انا ممكن اعمل عينة اللي بيها يبقى اعرف بقى ايه المكونات بتاعت التربة اللي انا هشتغل عليها واروح اصاب في المكنة اللي هي موجودة في المعمل علشان اشوف الكراكين بتاعها هيتم بعد قد ايه واشوف اقدر انا اوصله بسهولة او لا ان اغير النسب بتاعت المواد اه دا ايه من الحاجات المهمة جدا جدا قبل ما ابتدي وكمل في المشروع اللي كان المشروع كبير مشروع شغال بصفة فيها حجم كبير لازم يكون المعمل ده موجود في الموقع ولازم يكون المكنة ده موجودة علشان اغفر على نفسي ان روح اوديها المعمل كل شوية الحيطة مش قليل الرغم من انا اقولت لكم ان في جنوب افريقيا وقتا من بلد تاني ان الحواطئ دي كمان بقت تتعامل زي الحواطئ الجهزة فبقى تتصدر من المصنع جهزة انت بتركبها زيها زي الحواطئ العادية الجهزة الاشكال المختلفة بقى في التصميم بتاعي لما بيخلص ادي الشداتة هي توقعين من يعمل الشدات بتاعتنا في الجنبين ونقفلها وزاك ونصدقها وبعد كده نخط التربة وبتددددددك واعمل الدكاة بتاعتي انا ممكن اعمل حواطئ بشكل اهوة وممكن بقى ان انا اكمل المنظومة بتاعتي وراح اعمل كاميرا ومثلما سأس او سأس خشبي وهنا يطلع معاك ام ممكن اعمل التفسير بتاعي اما ثلاث او ان احاول انا اعمله دم وزي ما قلت ان احد المركز البحضية او الجامعات الالمانية قدرز انها تعمل فكرة ان نفس الرامد ارث تبقى كمان على شكل دم واتغطى بها المنشأ بتاعي الكمبريسنج طبعا زي ما قاسك الامل او تامل وبيبقى على لير وممكن لير زي ما انتشافيه كده ممكن يبقى ان تروع في الالوان بتاعها بيديني التشكيلة الاحتمالية في الشكل بتاعي احنا قلنا وكلمنا ان اه ادي باب صور تاني متنوعة للشدة لكن انا ممكن اعملها في دورانات كتيرة وفي تجارب نكحة كتيرة جدا جدا للحواصل في الناس تبقى بالشكل ده ودي بتعملنا افكار كتير الارتفاعات يحنا ممكن نزود الارتفاعات ونعمل الاعلام بالارتفاعات في بعض الدراسات بتحط يعني اسياخ الحديد كل مسافة يعني سيكين سانتي وكل متر حسب الاحتياج بتاعها ليش بيبقى تسليح كامل لحيطة خرصانية يعني حيطة خرصانية بيبقى تسليح كامل و addition كده شبكية وريود ازاي لا احنا ما بنعملش الموضوع مش كده لكن هو الموضوع بس علشان اذا كنت عايز على بالحيطة يعني شايفين الحيطة ده هو اذا كان ده شخص طوله متر ثمانين ففي ان الحيطة ده تقريبا عملالها ستة متر مسلا اكتر تقريبا فهو ده اللي احنا نقول عليه ان احنا لو حبينا ان احنا نعدى بالحوام بتاعتنا عملالي بيتنا ده معي المنظومة لما ابتدى ادخل البامبج وادخل انكاربا وكده هو وهنا بيتظهر معي ان فيه تقنيات كتيرة جدا علشان في الاخر لان الاشكالية الرئيسية ودي احد العيوب البامبطالة ديات انك لو حبيت تعدى داخليا انت بتشوه المنظر انت ممكن تحفظ في الحيطة وممكن تتمدد المواسط بواحدة لكن لما ترجع تاني وتقفلها انت شوهت المنظر اللي انت بنيت عليه فكرة تفاصيلة لكن في احدى الافكار ان انت مثلا في المواسط بتاعت تغذية المية وكدهات انها تبقى خارجية وزي الصورة اللي موجودة على الميني نهوتها هي او ان انا ابيت المخارج بتاعتي جوه الحيطة وتطرع بطريقة دايما شايفية نهوت او زي علب الكهربة بحاملة ازاي او من الجوه وانا ما بين الشدتين ابتدي اضخي المواسط بتاعتي محتاج بتعم المواسط انه يكون له رسومات تنفيذية عالية جدا جدا عشان ليبقى الموضوع ما يبقاش فيه تغير وتعديل في كل شيء تعالوا بقى انا اتفرج على المناظر اللي ممكن يستعى لهذه المباني داخليا وخارجيا ادي داخليا عاملة ازاي وانا شايف ان انت لو اكتفيت بالحيطة بالشكل ده هو على اعتبار انها ممكن انها تبقى داخليا انا مش محتاج ان انا اخط عليها اي مدس محارة وبعد كده المعالجات الباقية الفتحات بعملة ازاي والحواط بميولها ازاي والشايدنج للفتحة ده كل ده هو سهل فيه الفورمة بتاعة الشدة وقدر احوى فيه الفتحات وعمل منها اشكال كتيرة حتى ان الحيطة بهذا جنب كل مية اغلدة مان شايفينه طبعا بيفرق معايا اسكب العالف بتاعة من ازاي وقدر اتعامل معاها على انها حيطة متكامل اذا كان لو عاجلتها رجالة ادي الانتريور على السلم انتريور في ممرات علاقة في الحمامات علاقة في غرف النوم في غرف الطعام في كل ركن من اركان الفراغ بيدي جماليات عالية وجماليات جميلة متروعة ان ما اجلت الحمامات ثاني شوف ان الحيطة هستيععملات في الزيوران او انهوت او التشكيليات الي ممكن اعملها فيها المطابخ والتصميمات الت منطاعتك المختلفلة اللي انتلrawdę محتمل معايا حتى في المطابق يعني الحيطة نفسها مش محتاج من هنا لا جلدة سراميد ولا جلدة ولا عمل لها دهنات أنا ممكن أشتغل معرفة خارجياً دي بعض اللقطات اللي انتم تشوف فيها جماليات عالية جداً جداً طبعاً دي ناس وصلت احتراف عالي هاش حد بيقول لي إن المباني دي هي التطينية بس للفقرة لا احنا بنا عرض على منشآت متنوعة منشآت فلل بيوت ويلثي شوية وحنشوف كمان حاجات تانية دلوقتي يعني شوف تكوين الجميل اللي انتم شايفينها في الحيطة دي هي ترامد المبنى اللي علمين دي هاش نتكالع عنه دلوقتي لأنه ده عبارة عن مبنى زوج عديقة حيوانات وهكذا الفكر بقى لما يتبعوا تطوير بيطلع منه منتجات في منتجه الجمال بيقدر أطلع منه أشكال جميلة جداً وما يوفش عندي عرق التسييف حيبه عامل ازاي ارتفاع عامل ازاي اتفتحت عامل ازاي ما يوفش عندي عرق زي ما نشايفين التنوع العالي في تصميم بيخليني أقدر اشتراع عليها أحد الشركات حبت الناس تزود شوية في الانتوليشن بتاعت الحيطة او العز بتاعت الحيطة فعاملت ايه عاملت كافيتي وول حصين رامد ما بينهم عز ودي طبعاً أحد أفتار الجميلة اللي ممكن يستفديها في المشايف وزا ما نشايفين هو حتى كمان عامل تسليح لكن شايف ما تفديت على التسليح عاملت ازاي وفا اذا انا هو مش موصل بان يبحديه ان يتفتح عالي زي الخارق طبعاً انا لازم اعود شوية على disavantage فقلت من في عندي disavantage شوية في الموضوع في المباني اللي هو زي humidity فالرجوبة تاعتها بتاعتها شوية عالية فممكن البديل لها أن نستخدم الورجانيك انتي فانجل ماتيريال الجوايح اللي ممكن تطفع من السمينة لكن برضو أقدر أتعامل مع الورجانيك انتي فول أوردر وهكذا السمنت ايديتيف أنا ممكن نستخدم الدوازة ما قلنا الجريم سمنت لايم أو السرطانة البيئة الجنينية التي تنخطيمها الكوست بلاس بنحاول نحن نسيطر عليها لأنها لما تبقى في البداية غلطة ما عم بتبقى شيئا بخالفنا لأن انت محتاج ان انت تدرب بالناس ومحتاج ان انت تعمل عليها بحاسة علشان تطور فكرة عامل ازاي لو كي حاجات تادية بقى زي السقف مثلا ما شكل السقف انت هتعملها عامل ازاي ما هياش ما تنفعش ان تعمل فيها الدم لكن مع الابحاث زي ما قلنا ممكن انها تعمل لكن مكلفة اذا انا ممكن هتعمل معها لانها مادة غانية جدا جدا محتاج ان انا مستخدم تربط الارض ادي بقى بعض المنشآت كيبه هو نعرض عليها سريعا ونشوف انه هو هذه المنشآت في الولايات المتحدة الامريكية سريعا علشان ازواء ده في كندا باستفارة الولاياتية في اسيوبيا ده اا مبنى صحراوي في امريكا في مكسيكون او برضو اا ما درس في مكسيكون مدرس الارض في نون ده اا فندق في الهند ده اا اا يعني اا في كندا باكستان اا سريعا طبعا اا اا انا طبعا اا بحاول لما اوصل لكم ان ان دية فكرة بين البناء اا يجب يبقى في اهتمام عالي بيها شوية اا المتاج بتاعتها مبهرة وزي ما تشوفتو كده هو اتنياش وقف على اا بيت لمحدود الدخل ده 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 كمان منشآت علمية منشآت اا اا حكومية سفارة هالها معبولة بهذه المادة وهذه الطريقة ياسبي بهذه الطريقة بالمواد التربة العادية واحنا فاهمين كويس قوي قد ايه انها بنى صديق للبيئة بنى مش مكلف بنى محتاج ان يتعمل عليه براسات كتيرة جدا ومشتغل عليها دي الفائدة كبيرة جدا ان احنا بنحاول ان نصلها ونحاول ان احنا تكون احد الاسباب الرئيسية في انشارة لان مجتمعاتنا محتاجاها احنا محتاج مجتمعات تدفع كتير جدا جدا على المنشآت بتاعتها طب لما تبقى الصرف على المنشآت دي هي تبقى بالتوفير ده واتف ايه اللي خليني مستغلش الكلام ده كله واقدر اعمله لكافة انواع المباني مدارس طب نبتدي حاجة حاجة المناطق النائية لو قدرنا ان احنا نسيطر على البنى في المناطق النائية انها تبقى بالطريقة دهية او الطرق البنى بالطربة الارض كلها بصفة عامة اعتقد انها هتبقى احد الخطط الناجحة جدا في التنمية لهذه المناطق النائية واللي بيها اقدر احل المشكلة من غير ما الجأ ان انا اعمل مثلا مصنع تكلف كام مليون او ان انا اجيب الحديد والمتاع من المناطق بعيدة وتكلفة النقل وتكلفة الاستهلاف البنزين وتكلفة المعاستات الكربونية في النقل وكلام ده كله تقل وتبقى اه 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 انا حاطط هنا شوية بغضوء او يعني بتكلم على شوية المراجع اللي هي علاقة بالرامب ايرث وكمان اه دي الكود المصري اللي هنا بالتربة المخبوصة اللي هي الكمبريز وفي ذا كتابة اه من اخوانات السعودية سنين بنا بالسين ده المعمول من الفترة اعتقد ان المراجع ديت كافية جدا 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 الناس اه يعني اه اه تستزيد علما وتستزيد خبرة في البنزين شكرا ليكم وارجو ان اه اه تكون خايدة جدا جدا وصدها لكم واهلا وسهلا بيكم اي رسالة شكرا جزيلا لخبرتك اه دكتور طبعا على المحاضرة العظيمة دي وجزاك الله كل خير على المبادرات الجميلة وفعلا محاضرة غنية بالمعلومات جزاك الله كل خير اه لو في اي استفسار يا جماعة او حد عايز يسأل اي سؤال ممكن يعمل او يبعت الشيء احساسي اه سلام عليكم اه شكرا دكتور بروفيسور ايمن مع حضرتك اه دكتور عمونة الوزير من هندست المنصورة اهلا بحضرتك وشكرا على يعني الدعوة الكريمة والحقيقة محاضرة فعلا اكثر من رائعة يعني حضرتك رجعتنا لزمن التعليم المعماري الجميل اهلا بحضرتك وطبعا انا في عدد من طلاب هندسة المنصورة برنامج العمارة المستدامة حضرين واكيد انا متخيلا في اسئلة كثير بس نيابة عنهم يعني احب استفسر عن حاجتين الحاجة الاولى هل المبنى اللي حيبنى بتربة الارض حيكون بنظام زي الحوائط الحملة يعني لينا لينا مثلا سمك معين للحائط ايه انا احنا اتفادنا المباني اللي بيونا بالطين الغالب فيها مباني حملة الغالب فيها لان في تخنيات حديثة ظهرت كتير جدا جدا ان انا ممكن اعمل سكيلتون واملة انبتوين املاها بتربة الارض فلكن الغالب يعني علشان انا اوفر جميل جدا جدا وقدر اتعامل مع تربة الارض مباشرة فما بقاش عندي اللي هو العناصر الانشائية المعروفة الكاميرا والعمود مش عايزة خالص فاقدر اشتغل فيها بتخينات مختلفة طبعا فريط القصة او فريط البنى في الارتفاعات المختلفة هو ده اللي هيحكمني بمعنى ان اذا كنت عايزة اعمل مثلا 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 ثلاث دوار اذا انتخنت الحطة في الدور الارضي غير الدور الاول غير الدور الثاني وهكذا بيختلف اتخاذات دي ايه حسب التربة وحسب النوعية بتاعت المادة اللي انا بستخدم فيها وحسب الاساسات اللي انا هشتغل عليها وحسب ارتفاعات الدور بيبقى عامل ازاي فانا لما ايجي اعرف تبدل كلها واشوف الاحمال الخارجية كمان هتبقى عاملت ازاي اقدر اقول لك والله دور الارض دوت حيبقى مثلا مثلا 50 او 51 سنتي الدور فو مني حاجة و 30 سنتي او ازياد او اقل لكن في الاخر اه يعني بنتطافق على ان كل ما بيزيد التخانة مش بس عشان يؤثر عشان احمال اطبعا احمال مهمة جدا جدا في الاخر احمال ده هتأثر على تخانات الاواعد وسمكها وطريق تنفيذها لكن بيهميني كتير جدا ان انتخانات ده هيت علشان كمان تيبقى عامل مساعد في المعالجات الحرارية من الاحمال الحرارية اللي هتبقى جاية الخارجية على الحوائص وبالتالي انا فهم كويس قوي انه علشان يقصر معايا الطايم لاجج واليو فاليو والار فاليو يبقى انا فهم كويس ان انتخانة ده هتبقى ليها اطباط وصيق بالعوامل شكرا يا فاند مع الاضافة ويجزاك الله كل خير على المعلومة وعلى الكتاب الاكثر من رائع واحنا الحقيقة خذنا حلو ان في اول الترم اخدنا المحاضرة دي مع حضرتك لانه هيحصل فعلا يعني تغييرك انا بفكر في مشروع التصميم الخاص بطلبة ليفل مية في قسم برنامج العمارة ان فعلا يبقى التصميم مبنى سكني مستدام وانا شخصيا ما كنت معرف ان في ريفرنس يعني للدرجة دي عن الموضوع ومباني بالكبر زي سفارة مثلا او مدرسة كانت كل معلوماتي بسيطة ان مبنى يعني يعتبر فقير مش مبنى بالصراء ده شكرا لحياة الف شكر يعني كمان كنت يعني الاسف الشديد انت ميتيتر بناخدتك جامعة في فرنسا معمولة بالصراء دي جامعة تمام الف شكرا يا فاتف الف شكرا اهلا شكرا بسيطة الا عفو اه باش مانسى السماء ازي حرك يا دكتور اهلا ومسهلا بسيطة مش مدرسة اهلا ومسهلا بحضرتك اهلا ومسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك مع دكتور مونال وزير في جامعة المنصورة وكتبعاز اشكر حضرك على المحاضرة دي بسيطة انت سأل حضركك سؤال خضالي 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 حضرك زي ما قلت ان فعلا المباني دي يعني او المعتقد في مصر عنها نيات لقى مباني ضعيفة او رخيصة زي ما حضرك قلت ازاي بقى ان احنا هنبدأ ندخل اه المباني دي كفي سوق عمل مصري يعني ازاي ان احنا نبدأ نطنع الناس عشان نشتغل بالمباني دي ان احنا نطنعهم ان هي اه مفيدة وان هي يعني صالحة للمعيشة ونغير قطيتهم عنها يعني المبدأ الاساسي ايه؟ القناعات انا لو انا بشتغل حاجة انا مش مقتنع بيها عبر محارفة وصلها للغير صح ولا لا؟ البداية قناعتي هل انا مقتنع بالفكر ده هوت وهلا هو اا اا يعني له فواي كتير على المجتمع قبل المجتمع تفاول علي انا شخصيا تبب دائيا فلما يجيد عندي قناعات انا هقدر او هقدر ادافع عن الفكرة نفسها قدام اي حاجة للمرة واحد للمرة اتنين لازم نتفل مع بعض ازاي من غير قناعات الناس يعني القناعات وليدة السنوات الكتيرة مش هتخلص فيهم وريد لازم يكون عندنا صبر جديد جدا جدا ولازم يكون في تفاعل مجتمع جامد جدا لتغيير هذه القناعات للمرة ثلاثة ان قد يكون بقى دور الدولة هنا هوت مهم جدا المراكز البحثية المصانع الرجال الاعمال المطورين العقاريين الملاك كل دول مكونات متكاملة بيغيروا في لو عندهم زادت عندهم القناعات بيغيروا في منظومة البناء احنا في يوم وليلة بتريد نتكلم عن المدن الذاكية طب ما نتكلم عن المدن المبنية بالطين ما نتكلم على مجتمعات معمولة بالطين لا 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 التجارب بتاعتها مش نكحة طب ما انت بتتكلم على قلتي ايه التجارب طب لما تبقى التجارب مش نكحة ده معناها ان احنا حدنا استيب اولا ايه طب استيب التاني ايه ان احنا نعالج القصور اللي حصل في التجارب دي انما نسيبها خالص ونرجع تاني لا لا سواء ساوي ما احنا فاهمينه من الموضوع دي طبعا فيه دور تاني للمؤسسات التعليمية ده مهم جدا مؤسسات التعليمية لازم ان الموضوع ده هو يرجع تاني ياخد يعني تعملها الهاي لايت وتعمل عليه ضوء كبير جدا جدا يعني انا مفاكر ان من اكتر من عشرة سنين في احد الدول لزفار كان فكرة ان انت تبني بمواد ريسايكلد طرق غير يعني غير مستحب لكن هذه الدولة خل الطالب قول عمارة بيبني شلتر بتاعه بمواد ريسايكلد ما هو المبدأ ان انت بتخط الطالب في منظومة تفكير مختلفة اللي هو ما يشتغلش بالتراديشنال طب ما نخلي الموضوع ده كمان يتمل ونشتغل فيه الافكار دهية مع مجتمعاتنا احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين زخم كبير جدا من الجامعات والمعاهد ومستفت العلمية الموجودة في دولة زي مصر يخلينا نقول ان يجب مجلس على الجامعات ويجب على القائمين على الجامعات بما هم يفكروا ان لازم يضاف المادة العلمية دهية للدراسات بتاعها اعتقد ان احنا لو دبنا ان احنا نبتد بنا في سنة الاول ثم الاخرين ان شاء الله هنوصل لتبهير القناعات السلبية عن البناء بسنة ارجى اكون اجبتك جابة كامل شكرا يدو انا مستعمل شكرا هنديسة تفضلي تفضلي فن، انا؟ ايضا معي انا دعاء انا دعاء من هندسة سامرة مستدامة مع دكتور مونه في جامعة منصورة اهلا وسهلا حضرتك. طبعا يعني شكرا جدا لحضرتك على المحاضرة دي كنت بس عايزة اسأل ايه اهم الكتب اللي نقدر ان احنا ناخدها وتكون يعني بسيطة في معلوماتها لنا كطلاب لان انا رس طلاف الفينية فبتتكلم برضو عن العمارة والبيئة وكده. اه في المصاري طبعا نتكلم عن التربة او البناء بالتربة التنية او التربة بصفحة طوبة الارض صح? ولا في المصاريات البيئة المتكاملة ولا ايه? اه ممكن لو في المصاريات الصدامة بصفحة عامة اللي هي التربة اللي احنا ازاي نبني من الحاجات الموجودة المحلية. طيب بصي هو انا عملت الكتاب بتاع البناء بالتربة الارض ده ده يعني كتاب بسيط مبسط. وحيديك اداية اه اولية كده هو طبعا نتكير في هذا الموضوع. انا عرضت شوية برضو الموضوع ده هو. واعتقد ان يعني حيكونوا كافين جدا جدا ان ان انت تفهمي البناء بالتين او البناء بالتربة الارض هتبع عاملة ازاي. اه في مصادر كتيرة جدا اجنبية طبعا اه لكن اذا كنت عايزة تكتفي بالمصادر ده العربية. فاعتقد انها هتبقى كافية جدا انها هتوصل لك المفهوم بطريقة جيدة جيدة. في مصادر اجنبية كتيرة او ممكن انا هتطفل بتاع طبعا الميزة في البناء العربية ان هما بيدولك الرابط او بيدولك الرابط بعد المحاضرة. فانت ممكن ترجعوا له المحاضرة تاني وبالتاني هتشوفوا المراجع اللي موجودة في المحاضرة. ممكن تبقى احد المصادر ده دي اه حصول على المحاضرة. اي حاجة دايش. اه. اه. لا شكرا. اهلا وسهلا. سكرا. بس دكتور في باشمانت زكريه حسين بيسأل هل البناء بتربط الارض منصوص عليه لكود البناء المصري. طيب هو كود البناء المصري يعني بيحاول ان هو ياثروا الموضوضة هوت ويعلوا فيها المكروم بتاع البناء وفيه لسه لسه فيه جدال كتير في القصديات ولسه فيه اه اه يعني اه سجالات في الموضوع اعتقد ان احنا اه يعني الكود بيحاول يغطي القصديات كويسة لكن لسه فيه ابعاد كتير لسه مدخلناش فيها في الكود المصري. اه في اه سؤال تاني من اه باشمانت السعلاء اه بيقول هو ممكن في التصميم اه في تصميم العمارة الداخلية الحوائط التربة اه استخدام اي تكسيات بحيس يكون تحقيق اي تصميم مرغوب به ولا بحافظ على التربة زي ما ولا بحافظ على التربة زي ما موجودة في الطبقات. الطريقة الاخيرة اللي انا تلمت عليها طبعا ميزتها وجمالها ان مش محتاج اي تجليد عالية. انها التنويع تحت الالوال اللي فيها ده انا اقدر اتحكم فيها واقدر اعمل فيها اشكال كتيرة جدا جدا وده هتساعدني كتير جدا في التصميم الداخلي لما اجي اعمل فراغات معمولة بالحوائل زي ما لكن اه اه قاطق منطقة بناها يكون عليها فلادينج ممكن تعمل عليها تجليد زي ما انت عايز الموضوع مستوح والموضوع من لورتبط لكن التقنيات بتاعت الرفط بتاعت فلادينج نحاول بها شوائع. نحن في الاول فياخر التاني بنحاول نأكد على مفهوم ان احنا بنحاول نقلل نقلل من ابعاثات الكربوناتر. فانا مش عايز استخدم ان هو الاسمنت العادي لكن في الاسمنت البوزلاني اللي بيساعدني كتير جدا كمورتور ممكن استخدمه في لما اشتغل كالكلادينج بالمورتور او بالمونة العادية. تفضل. في السؤال يا دكتور. تفضل. طيب هو بس الاسم ايفون تفضل. اعتقد دكتور امونة هيكت ايفون ولا احدكي. ايوة 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 يا فندم. هو اه انا ممكن اكون اه مش قافلة الميوت. هو بس يعني انا عايز اسيف فرصة للطلبة يسأله بس انا بصراحة جاني سؤال برضو. في حاجة افتكرتها لما حك قلت اه من عشرات السنين حاول يعني كان التعليم في يعني في مؤسساتنا التعليمية ما كانش بيعظم فكرة التعليم المعماري البيئي. هل المباني اللي يعني اللي موجودة عندنا في ريفنا المصري بتاعة الاجداد يعني كان فيها مشكلة الحشرات ومشكلة ان المبنى يكون في جودة الحياة يعني بوطيقة شوية او قليلة شوية. هل حاليا المباني اللي اتبنت في امريكا وفي كندا اكيد تغلبوا على حاجة زي كده. لو في الغبات مسلا. يعني ديها حاجة. حتى المباني القديمة اللي هي في الفلاحين. اكرمك الله. معلش انا اسف يعني هقول اللفظ ده هو كان راس البهاين. كان بيتمحر به. او. ايه الميزة فيها. طبعا هو مش هتكلم عن الريحة الاولية لكن هي الريحة تنتهي على طول. لكن الميزة الوحيدة اللي فيها او الميزة القوية اللي فيها لما اجي امحر بالمنتج الخلطة بتاع الطينة مع راس البهاين انه بيقضي على الحشرات تماما ما يخليش الحشرات تخش. ودي كانت احد العلاجات البسيطة اللي بيعمل الفلاحين مفسي في معالجته للحشرات. خلاص؟ الحاجة الدانية كانت على امارة الثمان كانوا بيعرفوا ينتقوا المكان اللي نقدر نبني فيه منشأ. ودي اشكلية كبيرة جدا نحن نلاقع فيها. اللي بعد كده الفلاح العادة البسيطة ما بيعرفش يعملها. يعني زمان عرفتنا من الحضارة الإسلامية اللي علشان يعمل مثلا براملستان مستشفى بيعمل ايه؟ يروح يجيب حيطة لحمة هنا او حيطة لحمة هنا او حيطة لحمة هنا اذا كانت جفة هنا. نفس القصة. نفس القصة انه هو ما يبنيش على منطقة فيها مستعمرة نامل مثلا. او مستعمرة الحشرات التانية. هي دي الاشكلية. ان احنا بعدنا عن المنهج العلمي في اختيار المباني او مكان المباني. فأصبح السائد بتاعنا هي الفكر البسيط اللي المجتمع كان بيتعامل معها ان انا عايز ابني هنا خلاص هي ابني هنا. بدون اي انطباط بحاجة تانية. ده في فكرة ان انت لما تيجي ابني يدور على مصدر المية قريب منك ولا بعيدة عشان الرطوبة وعلشان 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 وعلشان. وصلت في بعض الابحاث اللي هو بنتكلم عليها مثلا مفهوم تلمة الطاقة الايجابية وطاقة السلبية وكلام ده كله ان فيه ناس بتفتر. يعني بتلغي التفتر فيها. فبالتالي انا فاهم كويس قوي ان فيه ابحاث كتير جدا ممكن تفدني وتوفر علي المشاكل اللي هي موجودة في المجتمعات. مش عايز اقولي الفقيرة لكن المشاكلاتها بدون اهتمام علمي او بدون دراسة علمية. فكانت الناتج ان المجتمع كله بينفر منها. فاهم ان هي الحشرات المرتبطة بيها وان وان وان. فيه علاجات كتيرة طبعا فيه علاجات كتيرة جدا جدا دلوقتي وعلى فكرة. دعيني نقولها بالطريقة تانية. يعني احد مجتمعات الاوروبية اه يعني اه 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 كنت بظهر احد مجتمعات الاوروبية ليس. الحوائط كانت اكبر مشكلة عندهم. الفانج اللي كان بيجي. اللي هو الوازغ الاسود. اللي كان بيجي الحوائط في هذه المجتمعات الغنية. السيرية. اه. لانها المباني بتاعتها المنطقة اه مبنية جنب غداية. طب ما اكيد في ركوبة اكيد في فاندك اكيد. يعني. ليه هما ملغوش الفكرة? بالعبس بيطوروها. مختبئة حيك. فاحنا لنقصة في الشديد خدنا ايه? خدنا الارث السلبي ومعالجناهوش. اه. فعلا. فعلا. شكرا لحكي فاندم الف شكرا لساعدك. اه باشمونس اه مصطفى عصام فقدم. زي حدك دكتور انا مع دكتور امونا باكست مامار مستدامة. اه كنت احب حدث بس سأل حدثك لو مسلا في مكان نقدر نزوره في مصر بحيس ان احنا يعني نشوفها الطبيعة مسلا. هو في بعض النملازج اللي عملوها اه يعني مسموعا بجيء المهمتين اه بتاعت مقرام وزي ممكن اه اه يعني يعني ممكن نبقى نزل الغواب بتاعت المبالد هيك. في الفايوم في حاجات كتيرة في الفايوم تعامل خالت مونس عادل براديل الصحة من الناس التقال في البناء في الامارة اللاتينية. في ناس عاملت افكار كتيرة بمونس عنان. اه مونس عنان عامل كزا منشأ في المناطق المختلفة في مصر وفي الوطن العربي. وبرضو نفس الكلام مونس عامل الرافع هي عمل كزا منشأ. اعتقد فيه زحب كبير جدا وفيه معمارين كبار عملوا منشأات دهات. حتى مركز قام بحسن بناء كان عمل مدنى تجريبي جوه بمركز. واعتقد انه عمل حاجة كمان في الوادي الجديد او يعني كان نموذج معمول هناك. الجامعة الامريكية برضو لها بداع بس انا مش عارف اه وكان فيه مؤسسة اسمايات كان برضو بتعمل منشأات بس على المناطق اللي ارتباط بالساحل والبيئة وكده هو. فيه تنوع حاجة. فيه تنوع حاجة. طب هو دكتور بالنسبة للعمال هو ازاي ازاي حد يلاقي عامل اللي يقدر يشتغل على مادة زي دي. بص هو احنا للأسف الشديد بنغفل على ان فيه ارث بيرفلت من ايدينا. سؤال ممتاز جدا ويعني انا اشجع يعني الاسلة اللي بالشكل ده. زي ما كان فيه ناس عمال بيشتغلوا على مادة الخشب ويطلعون لالقربسك. واندسرت هذه المهنة. زي ما فيه الكنايين بيشتغل على القباب والقبوات في المينيا وفي الاقصر. قربوا يندسروا لان المعلم الكبير ما بقاش عنده صوبيان كتير يعلمهم. فاحنا لازم كمؤسسات مجتمعية ودولة نبتدي نرجع تاني نرجع الكنوز دول. ده اسم كنوز. دول الناس كنوز. اللي بيشتغل على النحاس واللي بيشتغل اللي بيشتغل على الخشب بانواع واللي بيشتغل. اللي بيشتغل بونا بالطين بطرقه مختلفة. ونجيب الناس دهية ويبقوا يعني قدوة لأجيال جديدة ممكن يطلعوا يبنوا بها. هي مسؤولية مشتركة للجميع. لازم يكون فيه تتابع وتسلسل لان الموضوع ده مايموتش. ودي مهمة ودي مشكلة كبيرة جدا. وإلا حد اضطر نروح نجيب من البرة من الغرب او من الشرق او من اي حتة. يعني زي ما قلت لكم ان الدولة زي جنوب افريقيا فيها فيها زخم عالي جدا جدا ومصانع ومتاع. احنا فين. الهند فيها ناس كتيرة جدا مشاركوا احنا فين. وهكزا في دول كتيرة جدا في العالم. القصة دهية. في شركات موجودة في امريكا وكندا واوروبا. تمام. متخصصة في المنى بالطين وبيعملوا تصميمات زي ما انتم شفتوا كده شوية. الكام السلايد اللي انا حطيته في المحاضرة دي كلها. خارجة من مكاتب وخارجة من جهات فنية بحثية بتستغل فيها كلام ده. هل ده ما عندهمش عندهم. عندهم. احنا فين بقى احنا للأسف الشديد. يعني ايه مفيش حد بيجرى على المادة العلمية اللي عندنا من زمان دي. ارجو انها اجابتك يا مصطفى. انا شكرا جدا دكت الله حددتك. ايه طلب اخير. انا معمادي لسه هيبدأ مغامرة. ايه نصيحة من حددتك. نصيحة ان انت تزود الثقافة بتاعتك في هذا الامر تبقى جدا جدا. وتحاول ان انت تثبتها عندك في كل مشاريعك. سواء انت طالب او انت المتخرج. دي مهمة جدا جدا. ولما يزيد يعني النحية العلمية عندك. هيتبقى سهل جدا جدا ان انت تبقى مدافع. تبقى ايه بني ساميها ايه. اه واحد صديق معانا في البيئة تقدر تسند معانا في انك توصل إلى المفهوم دهوة الاخر. فده ده دور كبير جدا وانت لسه ما اتحررتش تبقى من دلوقتي هتبقى حلقة نجاحات كتيرة ان شاء الله. ونشوف مهندس كبير بازن الله لو باع في هزي ان شاء الله شكرا جدا نذكر شكرا محضر رائع شكرا وليد بركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحيي شخصك الكريم دكتورنا العزيز وأحيي جهودك يعني تبني الموضوع وطرحه مرات عديدة وطريقة فنية والطريقة العلمية رائعة يعني أكيد شادت فيك مدوحة لما بيننا من قصر الصداقة والمحابة والتلمزة الأستاذ عريقز عدرتك وزوبة كبير في المجال لكن خلينا أبدأ من النقطة اللي انتهى فيها خلينا نقول عليه الزميل يعني بعد عصف السنين الكتيرة اللي بيننا وبين الأخ اللي لسه سأل في الآخر لكنه أصار مت مهمة وهي موضوع أصدقاء المبادرة أو التبني المبادرة وأن يكون لها كيان داعم وأصدقاء فعلا لتفعيل فكرة الجناء بمادة الأرض مناشر الثقافة دي والتواصل مع الجهات الحضرة تعرضتها النهاردة جهات عالمية بتتبني الفكرة وتشتغل عليها وتنشرها وكده يعني أعتقد إحنا نفتقد الكيان اللي بيدعم المبادرة حضرت تتبنيها وبنتمحها وموجودك اللي انت بتبزله في هذا المجال يعني دي نقطة جات لعرض أنه والزميل الأخير بيسأل حضرتها لكن أنا سؤالي الأساسي واللي كنت قدت عشات وكنت أوثر غيري بالمداخلة عملية الجانب الاقتصادي يعني يعني المرضود الاقتصادي أكيد المجتمعات اللي كانت بتلجأ لفكرة البناء بمادة الأرض العمل الاقتصادي كان مؤثر بالنسبة الموضوع ده إذا كان مدروس وحضرتك سبق لك يعني الاطلاع عليه وفي رابط بينه وبين الاهتمام بالبناء بمادة الأرض ولا يعني يحتاج لسه مازال في طور الاحتياج لعمل دراسة فين مرضود الاقتصاد إيه الفايدة الاقتصادية اللي هترجى على الناس اللي هتعتمد بالفكرة دي بالإضافة طبعا للعامل الأخرى زي الاستدامة والحفاظ على الموارد والدمور دي وإن كان برضو ديها دوانت الاقتصادية أخيرا وليس أخيرا وتمنى من الزملة في بيم رابيا وحضرتك الست طرق اللي حضرتك على قوم للبناء يعني كل طريقة منهم محتاجة يعني عرض خاص والتفصيل للمهتمين واللي حابد انه كله مشاركة في مثل هذه المواضيع وانه يتعرف والتفصيل على هذه الطرق يمكن عرضهم كان سريع جدا في اللقاء وأعتقد ان المنصة مش هتدخل على حضرتك ولا حضرتك هتدخل عليها انه يكون فيه لكل طريقة حضرة خاصة سلام خاص لشخصا تحياتي وتقديري لجهودك في كل مجال وان شاء الله يكون دعمين لعزيم الفضرة ووافر الشكر الزملة في مع ربي لهم تحولنا الفرصة ان احنا نسلمها واحدة ونستفيد من العلم الهزيرة والسلام عليكم ورحمة شكرا عليكم السلام عليكم طبعا اصد نقطة مهمة جدا هي حتة التكلفة الكوست بتاعت المنشآت دي عموما الكوست للمنشآت البيئية بصفة عامة كانت اللي هي بالباسف ديزاين او بالهي تك بيبقى اي منشآت بيبقى لها مصاريات اللي بنسميه اللي هو شورت راند كوست وفيه اللي هو شورت راند كوست بيبقى لما بنشتغل بالباسف ديزاين او التصميم السلبي اللي منها تبقى بطربة الارض منها احد مصاراتها تبقى 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 قليلة شوية لان انا بستخدم مواد محلية دي نمرة واحد مش محتاج ان استخدم كتير الانبعاثات تبقى قليلة وفرتها بتخليني مش هتاخر بالتايمينج بتاعي بيبقى العوامل المساعدة في ان انا اخليها نكحة ان انا اعمل معمل مثلا في الموقع كل ده هو ما بيخليش فيها الموضوع ده لما يكون مشروف دي طبعا وبالتالي الموضوع حيبقى ارتباطه باللونجران كوست طبعا انا بتكلم مش بتكلم على اللي هو الهي تكنولوجي كثير من البحث قالت ان او الانيشيال كوست بتاعتها بتبقى عالية جدا في الاول خالص لان التقنيات بتاعتها ليها تصمات مختلفة لكن انا اهمني في اللونجران كوست احنا بيبقى فيها عاملين مهمين جدا جدا بنغفالهم التشغيل والصيانة في المباني التقليدية التشغيل والصيانة بانت عارف ان ماكسيمم للمبنى سبعين سنة مئة سنة مئة وعشرين سنة خلاص لكن المباني دي هي في طريقة البيئة احنا بنحاول نحن نعلي ان توصل زي زمان زي المنشات اللي هو التالك والزمان بقى لها مئات السنين منها الاف السنين فهلا بيفرق معنا كتير جدا بقى لما اقسم اللونجران اللي هو على عشرات السنين او مئة سنة غير لما اقسمها على سبع مئة سنة او سبع مئة سنة دي نمرة واحدة ان تشغيل في حد ذاته بيبقى بحامل مؤثر جامد جدا لان انا فاهم كوي ساوي ان انا ممكن استخدم حاجات ما تبقاش محتاجة انها تكون فيها تكلفة عالية جدا زي ايه زي الانرجي لما انا اوفر في الاحمال الحرارية اذا انا اواطئلت ان انا اعمل ايه ان انا اوفر في الميكانيكال واوفر في المكيفات واوفر في استهلاك التهربة ان انا استخدم الانرجي معها ده برضو حيساعدني اكتب جدا في ان انا اقل المستخدم اذا اللونجراند هو ده العامل ان انا بعول عليه تكلفة بتاعتي تبقى عامل ازاي خلاص؟ المبدئيا هو قريدي فيه نموذج احنا بنحاول ان احنا بنطوره نموذج مئة وعشرين متر مئة وعشرين متر عملنا بحيث انه يبقى مئة متر مقفول وعشرين متر مكتوح كلفنا تقريبا المبنى ده هوت بنصف تشطيب حوالي تلتمائية وخمسين الف دنيه لو عملنا نفس المنشق خرصاني اكيد هيبقى تاري كبير جدا من التكلفة بتاعتي وهكذا احنا بنحاول نطور الفكر دوت علشان ينزل التكلفة عن كده كمان وده اللي احنا بنحاول نحن نسع عليه علشان يبقى هو ده المبنى اللي ممكن يشتغل فيه في المناطق النقية في المحافظات عن التنمية في محافظة الوادي الجديد ممكن تبقى احد المسارات القوية جدا في ده المسارات التنمية اللي ممكن تتعامل ان كل المنشقات اللي انها تبقى مقبودة بالطريقة ده هي المانع يعني خاصة ان انا مش محتاج اوي ان انا اعمل امعت دور خمس دور في ارض مفتوحة عندي عندي فيها مساحات خاضية يعني مش عايز اقول يعني اتباطة ضخمة فانا فهم كويس اوي انها حتى كمان في المناطق الزحمة المناطق اللي انا ممكن هي المشكلة كلها مشكلة ان احنا محتاجين نزاود دراساتها محتاجين نزاود دراساتها ان فيه ابحاث تتعامل مركز قانون بحيوث الجنى ربنا يديهم صحة ويديهم على كل حاجة بيعملوها نكس في مركز بحيوث الجنى يجب ان يبقى فيه قانون يساعد هذه المركز بحيوث الجنى ان يبقى مقنن العمل من خلال النتاج الأبحاث ارجو ان انا يعني وضحت المعلومة بتاعت التكلفة في العمل دكتور في سؤال من بجموان سعيد بيقول هل ممكن يكون فيه الية للترخيص لمثل هذه المباني وكيف نفرق بين هذه المباني ومباني العشوائيات طيب الآلية بتاعت الترخيص هي دلوقتي زي ما قلتلك ان للأسف احنا عايزين يعني تشريعات دولة فيه ناس بتقدر انها تاخد تشريعات مباشرة انت بتتكلم على المناطق المناطق الجديدة اه لسه في حال الوقت مش مرتبطين شوية باللود بيرنج اللي هي المباني الحاملة لكن اعتقد انه هو فيه دي بيت فيه نقاشات كتيرة ان هل اعتقد التواصل الثان هل هل ده احد المطارات الجامدة جدا ليه المحاور التنية في مهات المجتمعات العملية جديدة يعني ده ما عنديش معلومة لها لكن اعتقد ان فيه ارهاصات الناس تتكلم على هذا العمل ما يخص بقى في المحافظات والمحليات وكده انت بتشتغل على قدرتك على قناعة المسؤول على ان الاحمال بتاعتك سليمة وان الاحمال بتاعتك مفيش فيها ضرر وان الموجة بتاعتك مش مش هيتأثر ده ده بالنسبة ما يخص التعامل مع الجهات الحكمة في هذا الان السؤال الثاني كان عن عاليش عافوا السؤال الثاني كان بيقول لك كيف نفرق بين هذه المباني ومباني العشوائيات طبعا يعني بص هو للأسف الشديد احنا احنا يعني انا ضد كلمة العشوائية لان العشوائية في الاخر هي احتياج انساني لشخص مش مش متخصن تقدر ان يعمل الشلتر بتاعه او يقدر ان يعمل المبنى بتاعه بالطريقة اللي هي تظهر بالشكل اللي هي غير منتظم خلينا نجمع التكوين بالشكل ده لكن في الاخر لو كان عنده العلم عنده القدرة على ان يفهم آلية التعامل مع المواد آلية التعامل مع الأحمال أحمال التربة والأرض ويبقى الاسات عاملة ازاي والأحمال الحرارية لو هم عنده هذه القدرة اكيد مش هيبقى مبنى عشوائي اكيد هيبقى الموضوع مختلف عنده قدرة مفهوم المبادئ الأولية في التصميم المعماري الموديولية والسيمترية والحاجات اللي احنا زرسناها في نظارات العمارة واحنا صغيرين اعتقد هيبقى فرق جدا جدا ما بين المدنى بيعمله واحد من المتخصص درس الحاجات دي كلها واحد ما درسش خالص فبالتالي يقال على المدنى بتاعها شوائي أو غير مرتبط بأبحاث أو نتيجة أو درسات عجلة السؤال التاني يا دكتور بيقول له هل هذه المباني مناسبة لجميع المناطق والمناخ؟ ايه مدى تأثير تغير المناخ على هذه المباني خصوصا تأثير الأمطار؟ التاني احنا هنرجع تاني بيرتبط دائما وقبل ان تفكرنا في المباني الصينية أو مباني المرتبط من طربة الأرض بالأمطار اللي كانت بتقع على البيوت بتاعتنا من ساعة الزمان اللي كانت موجودة في الفلاحين وكانت بتتغرق ميا ده القرث الثقافي اللي احنا اخدناه من المنشآت أهالينا اللي موجودين في القرى والنجوع اللي انا واحد منكم بالمناسبة يعني انا تفد يعني من الاصل من المحافظات في وجه بحري فانا فاهم كويس قوي ان ده قرث محتاج الناس تشتغل عليه طريقة جيدة للأسف الشديد للأسف الشديد لما اقولك ان المنشآت ده هي تنعمرة بقى لا ألف سنين ترجع انت تقولي تاني المطر بتقصر فيها ولا بتقصرش فيها يا عمي فيه منشآت بقى لا ألف سنين بقى لا مئات السنين وعايشة ووقفة على حلها ليه هذه المباني متقصرتش بالمطر وعندهم مطر وعندهم مطر شديد اليمن اللي يعرف الأمطار في المنطر في اليمن أمطار موسمية اليمن على الخط بتاع المنطار الموسمية أمطار فيها عاملة ازاي الصين أمطار فيها عاملة ازاي المناطق الأوروبية الأمطار فيها عاملة ازاي لازم نفهم كويس فيه فرق بالان انا بشتغل على منشآت دروس بطلقة جيدة ومنشآت معمول بطريقة عشوائية مطريقة من غير دراسة ده الفرق طيب فيه سؤال بيقول هل هيكون فيه مشكلة في أليه توصيل المرافق لهذه المبانية؟ خالص خالص المرافق زيها زي اي مرافق في اي منسأ تاني خالص سواء كامل بتاخذ من المأخذ الرئيسي بتاع المية او بتدي للصرف مفيش عندي مشكلة الاشكالية عندي فيه ان انا ازود الانوفيشن او الابتكار هنا الاشكالية بقى ليه وايه بقى ايه؟ يعني لما دخل مثلا في مفهوم المبنى بيئي او المبنى الطيني ان انا عايز اعمل ايه؟ ان انا عامل معالجة للمية طب ما انا هو لو انا بعمل مبنى في منطقة ناقية مرخي بقى انا انا مش لازم افتبط بالشبكة بالشبكة بتاع المنطقة فيها عالية طبعا مش موجودة عندنا في مطر لكن في منطقة مثلا في اوروبا وفي الشام وفي بعض المنطقة في افريقيا المنطقة فيها موسمية بتبقى غازيرة جدا 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 اعمل هارفستنج للمية واستغلها في بعض المنطقة بعملوا خزارات ارضية وخزارات فوق علوية علشان يستفيدوا مية المطر ازاي اعمل المبنى بيئي انما انا اخذ المية بقى واعمل لها تريتمنت اعمل لها معالجة اه في معالجات دلوقتي مخصصا للي هي جري ووتر اللي هي المية الرمضية اقدر اعملها واستخدمها بعد كده في استخدامات مش لازم تبقى اكل وشوب ولكن ممكن تستخدمها في حاجات تانية كتير الفلاشنج بتاعت الدورات المية رأي الزراعات النباتات اللي حوالين المبنى المكيفات اجلسة المكيفات اقدر استخدم المعالجة بتاعت الجري ووتر مش هقول البلاك ووتر حلينا نحدد الموضوع شوية عشان اعمل تريتمنت للبلاك ووتر هتبقى مكلفها شويتين ان انا بقى ان انا اتعامل مع الصيصة دي بمجتملاتها دي هنا بقى الفكر بيختلف فالرط هنا بختلف لما تجي تقول لي والله انا هعمل طاقة شمسية او طاقة الرياح او طاقة حتى او بايو ماس خلاص الطور المختلفة للطاقة اللي احنا بنتكلم عليها تمام لما اعملها في مبنى او ساكنة او حاجة زي كده انا لما اجي اعملت بالشبكة بالجريد هتبقى اوف جريد ولا اون جريد واستفيد ديها ازاي؟ استفيد التقنيات الحديثة ازاي الوقت لما تجي تعرف مثلا ان فيه منشآت بتبقى منطبق الحاجة اسمها الانيرجي سيفنج اوظف الانيرجي سيفنج ازاي في المبنى بتاعك اوظف ان انا مستخدمش او مستخدمش سطح بالكامل علشان اولد اولد الكهرابا بتاعك عاملة ازاي؟ انا ممكن اعمل الانطاقة بتاعتي على الحوائص بتاع المبنى انا هنا اوه بقدر اعمل معالجات كتير جدا ارتبط او ما ارتبطش بالتصميم او بالشركات العمومية داية لو انا فهمه دوري كويس اوي اثناء ما انا بطور الفكر بتاع المبنى البيئة او المبنى اه في سؤال اللي بيقول هو اه طيب في بعض المباني الحكومية اه بتكون موجودة مسلا مش بتتجاوز من دور او دورين وطبعا المباني الحكومية بتخدم لفترات طويلة جدا ليه ما يستخدمش هذه الطريقة بكده في الاخر الحكومة هي المستفيدة بتوفير حاجة مثلا زي مبنى لو كانوا فترة مية سنة او اكتر من كده دا هيكون عقدوا على الحكومة افضل بكتير من المباني الحكومية اللي بتمتد مسلا لسبعين سنة انا اخر واحد انا عندي ابحاث موجودة في مركز قوم البحوث البناء على هذه المادة بقى لعشرات السنين اذا ودي جاعة حكومية انا لو صاحب قرار انا الزم المباني ده هي اللي تطلع في المحليات اللي تطلع اللي بتخدم اللي هي المنطقة التجارية اللي بكتب البريد مكتب الشركة اللي مش عادي كل ده ما عملوا بالمباني بتطلع تطيل اللي خلينا رأيها عاملة خرصانة هي لأسف بقى بيحصل ايه؟ انا هقولك اللي بيحصل بيحصل ان احنا لأسف اش عادي نستسفل فما بقاش عندي المقاول اللي يجري يجازف ويعمل ويقولك انا متخصد في القصة ديه كم واحد حيبني بالطريقة ديه؟ لكن لما تبقى انزم من الدولة ان فيه ناس تبقاش هتغالة في المجال ده حيب بدل المقاول عشرة ايه دي الاشكالية؟ اشكالية ان بفيه جرأة على اتخاذ القرار ان المنشاة الحكومية اللي بالشكل ده في المحليات في المناطة الجديدة في المناطة العشوائية في المناطة النعية قادرة عامل معها بهذا المنطق وهو ده الاساس هو ده نحاول نأكد عليه ان يجب الاهتمام بكل الابحاث السابقة والحالية والمستقبلية في هذا الاقتار علشان ده هو ده خدمة البلد بجد خدمة البلد وتنمية البلد لما الحكومة تعمل كده او لما صاحب القرار يعمل كده لما يبقى صاحب القرار عن كده اذا راس المال يقدر بشجاعة وقوة ان يشتغل بهذا المجال ويبقى يقولك ايه ازاي المكان الفلاني او ازاي المبنى الفلاني احنا عملنا المشادثين مهى مبدأ التقليد موجود دلوقتي لما ابتدت الحكومة تقولوا هنشتغل في القرى او المدن الزكية ظهرت لنا كام دلوقتي يقولك الكمباوند الزكي اه ما هو ده البداية بتبع عامل ازاي ثم الاطبارية بعمل 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 جدا يا دكتور اه هي كده الاسرة اللي مقولها في الشهد كده انتهت اه طبعا شكرا انجزونا لحضرتك على المحاضرة اللي لا يمل منها في اي وقت واجزاكم الله كل خير وعلى ساعة صدر حضرتك معنا وحقيقي يعني كلمة الشكر الله توفي حضرتك يعني المجهود المبزول وجزاك الله كل خير شكرا حضرتك وان شاء الله انا على تواصل مع بعض بإذن الله في المحاضرة التانية قدمة ان شاء الله شكرا جدا بكم